أنا نسر كبير ونسر كبير جداً بجانبي يعني شو مدني صدام حسين يما الحقيقة هذه الحالات صارت خلال الحرب العراقية الإيرانية القصة في القاطع الأوسط معركة منطقة قيلان غرب وادي شاق مايدان كان قائد الفرقة السابعة نزار الخزرجي وقائد الفيلق الأسدي فريق أول ركن كان عميد ركن ف تمكنت القوات الإيرانية من السيطرة على المرتفعات التي تشرف على الويند وهذه منطقة كل خطرة وهو حتى بالعسكرية أحنا أخذنا هذا المحور الأخطر باتجاه بغداد لأنه الوصول إلى بغداد وهم هذه المناعات القوية ف سووا عملية جوم فشلوا وراحت خسائر عملية ثانية فشلوا فأنا قلت قصدك الدفاعات العراقية الدفاعات العراقية و فشلت مرتين مرتين باحتلال الرواقم الموجودة أنا قلت يا با أنتو تعالجون الخطأ بخطأ وعلمتونا بالأركان يعني تغيير الخطأ تغيير أعمالك فنزال خزرجي قال لي شو تسوي قلت له هاي نلتف خلف القطاعات الإيرانية ونحصرهم و قالت يعني تقدر أنت تسوي هالعملية قلت له نعم وادي القيلان غرب نهر قوي وشتة قلت له جسروا لي أنا أعبر على العدو الإيراني وأجي من الاتجاه غير متوقع كان المرحوم سلطان هاشم على جناح الأيسر يعني مجموعة رواقم هو بها آمر فوج كان اللواء الخامس وجنابك شنو أنا كنت آمر كتيبة دبابات بداية المعاركة يعني بالثمانينات واحد وثمانين اثنين وثمانين هيك يعني بدايتها فأصمة صابر الله يرحم كان من ضمن تنظيمات آمر لواء بالقوات خاصة آمر اللواء في القاطع فقال لي أصمة صابر كذا قلت له أفضل سوينا تشكيل دروع ومغاوير وفوج مشات وطلعنا باتجاه قيل عن غرب قيل عن غرب حتى كان أبو الهندسة يسوي لي جسر سوى جسر قل لي وين رايح لك أحمد هذا درب الصدم هارد راح تروح كاظم شمال الله يذكر بالخير من عرب فقلت له احنا ما لحي تشوف وتات اثنين نعان وأصمة صابر رجعون كي دخلنا دنيا ليل ويا الفجر احنا فالمرخوم أصمة احنا هم رح نرجع الأيام الصبا والأيام فهذا الرجل قال لي آني مدى أشوف وهذا الفوج مدري قطع الاتصال به قتل استمر وقعد وياه بالدبابة ومعليك دايسين احنا بالدبابات ياه اللي نشوفها بطريقنا نضربها ياه اللي اش اسمها تفاجأ ومنطقة غير متوقعة وهذا أحسن المعارك أنه أنت تجي من الجهل غير متوقعة للعدو تفاجأ ويختل توازنة وصلنا قريب أكوعدهم محدة ميدان طبية سيطرنا عليهم الصور اجي أمامنا قاطع كبير وادي شق ميدان يعني شون قال علي بك ما نقدر بعد دبابات وهذا وقفنا بس احنا سيطرنا نجحة عملية نجحة العملية ايه هم بدأوا نهزمون احنا نشوف السفوح والصفوح لان ما كان ما كان تجيهم تعزيزات فانهز مثل القوات انسحبوا الكثيرين والحقيقة هم كان يصعدون بأعداد مو ذي الاعداد الكبيرة بس احيانا ما يصير صمود قوي لمقاتلين فتختل القطاعات هاي حقيقة موجودة في اغلب القواطع صارت للأسف اللي صار نزار الخزرج قال لي اتقدم لا تتوقف قتلة من المتكلم قال انا نسر كبير ونسر كبير جدا بجانبي يعني شو مدري صدام حسين اما قتلة نسر كبير صغير الرجل اللي موجود بالأمام وعايش ويد دماء والدخان هو هذا الرجل الحقيقي مو قاعد اللي تككوا وشاي حليب وتطلب اتقدم امامي قطوح حادة لا يمكن اجتيازها قال لي اتقدم مثل ما دا قل لك قلت لانت ضابط ودج ضباط ركنك خلي تحققون من الاشياء من اللي دا قوله من اللي دا قوله لا يمكن عبورها انا مو عندي هليكوبترات فعلا الصور قاطع وكل مياه وسيول وحادة كل قطوح حادة ما كو مجال تنزل يعني معناها دمر الكتيبة كلها ف ترك الموضوع يظهر كلم الآن بعدين اجي امر المدفعية لما هدأ الوضع وسقط الموضع ورجعت قواتنا فاجر الرجل قال دا يسأل عصمة الصابر قال وين احمد راضي قال لنت اش سوت قلت لخير سيدي عمر مدفعية الفيلق قال يا معوت بس كون الله يسترك انت شون تجاوب بيش اجوب وبالقاطع سيد الرئيس وهذا قلت له واني شمعرف من السيد الرئيس وهو من دي حاشيني نسر كبير ونسر كبير جدا صورت قائد فيلق يما قلت له احنا المهم حققنا هدافنا وانتصرنا وصقط الموضع بأقل ما يمكن من التضحيات والحمد لله شو نريد احنا وصلنا للهدف المنشور وصلنا للهدف واخذت اسرها وهذا وقدت زيناهم زينا بعد احنا خلص دورنا قال يعني دير بالك اجوا المجموعة الضباط تشيكو وقالوا واخذت وين طال احنا مؤشر عدنا على الخرايط وين انت بعدك قلت له ما انا اشتغل على الخريطة لو بالأرض فكل هم كتبوا الى جانبي كمجلس تحقيقي يعني مثل يتحققون وين واصل وانا أصمت صابر كان همين موجود الرجل هو قال قال اخذنا بدماء هالرجل انواطه ورتب يعني يظهر هو قال لهم تنتهي المعركة اذا حقق النتائج ادنا حساب وياه واذا ما حقق اخلصوا مننا نعد ما يعني يعني فالمهم اجا التكريم كلهم بتكرمو انا يرجع يستثنى من التكريم في قادسية الصدام وكان ينبغي معاقبته يستثنى من التكريم الآن ومستقبلا اقول لك ما كنت بس في هاي المعركة لا ما حد قام يدير لبال وين ما اروح ابن الباير اصر التالي لا حشاك حد اشتركوا في القناة